شايفين الثمار كيف مضروبة بهذا الشكل وكلياتهم جاعدة وخربانة راح أشوفكم الشجرة من الجهة الأخرى كيف ثمارها صحيحة وما بيه شيء مثل ما لكم شايفين ما بيعدني هين إصابات الإصابات وين؟ صارت من اتجاه الشمس لو ملاحظين معاي هاي هي الثمار مثل ما لكم شايفين ما بيه شيء بهذا الشكل وبدأ أشرح لكم بالتفصيل شنو سبب هاي الإصابة وشنو لازم تعملون حتى شجرتكم ما تنضرب وما تنتزع ثمارها بهذا الشكل لو ملاحظين معاي تقريبا 99% من الثمار مضروبة بهذا الشكل هاي الثمار كله يتهم جاعدة من طرف والطرف الآخر الثمرة ذابلة ما تتاكل إذا كانت الثمرة مجفطة بهذا الشكل كيف بدك تاكلها أو إذا كانت محطبة من جهة بهذا الشكل كيف بدك تاكلها أبدا ما راح تستفيد منها ورح يصير كل ثمارها على الكب فقط مشان خطأ بسيط أنت بإمكانك تتفادى بهذه المعلومات اللي راح أقدم لك ياها العصفور لو نقر الثمرة راح ينكسر من خاره وما راح يقدر يأكل بعد الآن أكادينيا أو بشملة لذلك أخوتي حتى أنت تستفيد والعصفور يستفيد وحتى الحشرات أيضا تاكل وتستفيد لازم تعمل هاي المعلومات البسيطة حتى تتفادى هاي المشكلة الكبيرة هاي شجرة واحدة مضروبة بهذا الشكل وبباقي ملائين الأشجار حول العالم أيضا مصابة بهاي الإصابة سواء كان بساتين أو شجر مزروع بحدايق المنزل كل ياتوا بسبب هاي المشكلة البسيطة اللي انت ما تفاديته راح أشوفكم هاي الشجرة كيف مضروبة بهذا الشكل كل الثمار من الجهة اللي موجهة عليها أشعة الشمس راح أشوفكم الشجرة من الجهة الأخرى من مكان الظل الشجرة مو مضروبة ثمارها يعني الإصابة فقط من جهة الشمس ليش الإصابة فقط من جهة الشمس لأن هاي الشجرة استوائية تحب الحرارة مع الدفا مع الرطوبة وما تحب الجو الناشف الحار وما تحب الهوى الساخن وإذا هاي الشجرة انت عطشتها ما سقيتها بانتظام كل عشر أيام أو كل أسبوع مرة أو كل ثلث أيام مرة راح تقل الرطوبة بالأوراق والعصارة راح تقل بالثمار وبهاي الحالة مجرد ما حميت حرارة الشمس راح تذبل الثمرة وراح تصير حارة العصارة داخل الثمرة وراح تنضرب بهذا الشكل وتجفط الثمار أما من الجهة الأخرى من المكان الظل الثمرة ما انطبخت من خلال أشعة الشمس لذلك الثمرة صحيحة وما انصابت بكل اختصار حابب أقول لك إذا أنت بدك تتفاده هاي الإصابة لازم تسقي الشجرة بانتظام تقريبا كل أسبوع مرة أو كل أربعة أيام كل خمس أيام حتى الأوراق الضل عندك ريانة وحتى الثمار تمتلئ بالعصارة ولو علية أشعة الشمس أو ارتفعت حرارة الشمس أيضا الثمار ما راح يصيبه شيء لأن الأوراق راح تكون ريانة والثمار ريانة والشجرة ريانة وبهاي الحالة راح تكون معززة ومناعتها منه بها ورح تقاوم أشعة الشمس